أشرف خلينا نمشي لليوم التالي ومنها نقرأ الأسهم السودانية تقفز في بورصة دبي بعد رفع العقوبات قفزت أسهم شركات السودانية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد بعد رفع العقوبات عن السودان وفي أبوظبي قفز سهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالحد الأقصى اليومي 15% إلى 69% من 100 درهما مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل في تعاملات مكثفة وقفز سهم مصرف السلام السودان المدرج في دبي 15% أيضا لكن في حجم تعاملات أصغر كثيرا أستاذ الشرف ما هي أبرز التأثيرات المتوقعة لانتعاش الأسهم السودانية في بورصة دبي؟ من الواضح أن القرارات تركت كثير من الأسار على الاقتصاد السوداني بسرعة مسهلة ولكن السؤال هل هذه التأثيرات ستكون مستمرة ومبنية على أسس منطلقة من قواعد راسقة للاقتصاد السوداني؟ أم أنها مجرد فورة بمزدوجتين وستنتهي؟ واحدة من الأشياء التي ساهمت في أن الانتعاش أسهم سوق البورصة في دبي ككل هو أيضا ارتفاع أسهم شركة دريك أن اسكيل انترناشنل وهذه الشركة هي شركة مغاولات واستطاعت أن تنشي فروع جديدة وتعيد هيكلتها وهي ما ساهم في رفع بورصة دبي ككل وبالتأكيد أن السودان في الفترة الماضية خرج من كل النظام العالمي المصرفي نتيجة العقوبات المفروضة عليه من قبل البلاد المتحدة مؤكد أن الانتعاش هذا يعود إلى رفع العقوبات ولكن دعنا ننتظر وهو المسألة بتاعت انتعاش الاقتصاد السوداني دي كلها تحتاج حزمة من القرارات الأخرى والمواغفة المختلفة يعني ما ممكن نعتبره مؤشر حقيقي لانتعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات؟ لا ليس هو مؤشر حقيقي هو مجرد ثورة يمكن أن تحدث وغير تخمد في أي لحظة ما لم تكون هناك بروسس كامل لإصلاحات اقتصادية حقيقية داخل وخارج انتعاش الأسهم السودانية هل سيزيد حجم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد؟ هل هذه الخطوة يمكن أن تقنع آخرين؟ نعم قد تقنع كثير من الآخرين اليوم هناك وفود من الاتحاد الأوروبي وهناك وفود أخرى بدأت تتحدث عن الاستثمار ولكن الاستثمار في السودان لا يحتاج لارتفاع الأسهم فقط حتى يقتنع المستثمرون للاستثمار في السودان هناك كثير من المعاوقات التي تواجه الاستثمار في السودان هي التي تمنعهم وتحول دون قدومهم إلى القرطم للعمل في الاستثمار في السودان